وزير المهجرين في حكومة تصريف العمال اللبنانية الأستاذ عصام شرف الدين أهلاً وسهلاً بك نحن نتحدث اليوم وقد عاد موضوع عودة اللاجئين أو إعادة اللاجئين يعني ستصوب لي الكلام بعد قليل إلى الواجهة رئيس الجمهورية اللبنانية تحدث عن عودة قريبة الأسبوع المقبل لدفعة جديدة من اللاجئين السوريين نحن اليوم في أي مرحلة من مرحلات خطة إعادة اللاجئين وزير المهجرين تقدمت بلائحة بـ 25 أيلول الماضي من 483 عائلة معهم 225 سيارة خاصة سورية بدأت تمشي مع القافل اللي هي عبارة عن بسط مع كل مقتنياتهم رايحين على مراكز إيواء عبارة عن 480 مركز إيواء بساعة 180 ألف شخص يعني مركز الإيواء تابعهم جاهز في حال كانت قريةهم أو بيوتهم مضروبة أو مهدمة ومركز الإيواء هذا يعني بتنظيم من السلطات السورية أو من أي منظمات دولية؟ من السلطات السورية ولكن بدرجة أحكيكي بعد شوية عن البروتوكول الروسي السوري يلي بيدعم بسلة غذائية للنازح كنازح واللي بيدعم الدولة السورية إذا كان فيه تقصير بالبنى التحتية بالقرى لعائدين لإلها عندما نتحدث عن ضغوط دولية على لبنان لعدم إعادة النازحين كيف تتجسد هذه؟ أول شي بوقف المساعدة لكلمي بدرجة على سوريا وهذا شي بسيط أمام الحملة الأعلامية يلي عبترعب هالنازح أو اللاجئ وما تخلي يفكر بالعودة لأنه فيه دعاية أنه فيه اعتقالات وفيه تحقيقات وهذه دعاية فقط؟ طبعا دعاية أكيد دعاية هناك شهادات حية لناس يقولون حكما هي دعاية دعاية مغردة إذا بتحكيني باللاجئين السياسيين وهم عددهم قليل 0.00 بالألف أوكي هاودي عندهم حق وفيه اتفاقية المفوضية السيمية بالاتفاق مع الدولة اللبنانية مع وزير الداخلية أي واحد من هؤلاء له حق يمارس عمله السياسي كمعارض ولكن خارج لبنان هادي مسؤولية المفوضية يأمنون لهم طلبات هجرة وفيزا لدولة ثالثة هاي مسؤوليتهم هل لبنان يتعرض لتهديد مباشر عندما يطرح هذا الموضوع؟ ما بتسميه تهديد في إعاز بيجي إعاز من سفراء للمسؤولين السياسيين والمسؤوليين طبعا عندهم مصالح بالخارج ويريت لما نحكي بهالموضوع لأنه سابقا أنا اتهمت أني على صدام وخداب شخصية حضرتك أثرت نقطة وقلت سابقا أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هو تعرض لضغوط ما جعله ينسحب من خطة إعازة اللاجئين هو غيره هل نتوقع أن يصل لبنان إلى مرحلة يفرض فيها العودة القصرية للاجئين؟ خليني حطك بالجو القانون العام اللي نحنا ما عم نمشي فيه كدولة اتفاقية 1951 اللي لبنان ما وقع عليها والبروتوكول 1967 هيدا بيحمينا كدولة لبنانية أنه نتعامل مع الدولة السورية بشكل مباشر من خلال لجنة صنائية من دون العودة للأمم المتحدة لأنه العدد الكبير ما بده حمية دولية هل نحن في صدد مواجهة بين مثلاً لبنان والمفاوضية العلية لشؤون اللاجئين بين لبنان وجمعياتك من نوع هيومن رايت سورتش أو أمنيستي؟ أولاً مش صدام هو خلاف بالرأي الدول المنحة لا مصرة أنه نترياس وما نحكي بعودة حالياً كان نازحين ولا لاجئين وهني ما قالوا الحق التدخل بشؤولنا الخاصة اليوم النازح الذي يسمع أن لبنان يريد إعادة اللاجئين والذي يخشى ولا يريد العودة هو من حقه أن يقلق اليوم؟ صح؟ اليوم هيدا الموضوع بيننا وبين دولة سورية طالما الدولة السورية عام للتقديمات والتسهلات وهو يعدى بعادة توظيف للموظفين الدولة اللي بشكله عدد كبير وفيه عفو رئاسي عن حتى اللي حملوا سلح ما تمعد فيه أي مبرر للنازح أنه ما يرجع على بلده خلق اللي بيحب يشتغل هون وعمل شغل وماشي حاله ويتقيد بقنون الدولة اللبنانية بيقدم طلب لمديرية العامة للأمن العام بيحوز على إقامة وأجهزة عمل أهلا وسهلا يعني لبنان يريد تنظيم الوجود السوري في لبنان بشكل أن ينفي صفة اللجوء عن المواطنين السوريين في الأراضي اللبنانية من حق الدولة اللبنانية كما والدولة التركية والعراكية والأردنية اللي فيهم خمس مليون نازح أو لاجئ أنه يسعوا لعودة كل النازحين لأنه بيشكلوا عبق على الاقتصاد ولبنان عبق ديمغرافي وأمنى واجتماعى واقتصادى وخدماتى مثل المدارس وغيره وزير المهاجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأستاذ عصام شرف الدين شكرا جزيلا لك